اهلا بكم من جديد اعلن الازهر الشريف اليوم عن فصل 700 طالب من الدول المختلفة نتيجة تغيبهم عن المحاضرات وذلك في افتتاح الموسم الثقافي لمعاهد البعوث الاسلامية بمقر معهد البعوث بالقاهرة حذر وكيل الازهر في كلماته للطلاب من الانجرار وراء الطيارات او الانشغال بامور سياسية او غيرها قد تصرفهم عن تحصيل العلم من جانبه اكد رئيس قطاع المعاهد على مكانة الازهر العالية حول العالم وقدرات الطالب الازهري التي تظهر في اي مكان ودع جميع الطلاب المبعوثين الى الاستفادة من الموسم الثقافي بالشكل المطلوب لكي ينقل لبلده صورة صادقة عن التعليم في الازهر وينقل الخبرة العلمية التي تلقاها في الازهر الشريف فهذا الطالب هو لسان الازهر في العالم اجمع في ذات السياق اصدر رئيس جامعة الازهر فرع اسيود قرارا باقاف ثمانية اساتذة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن العمل لانتمائهم لتنظيم الاخوان وحبسوهم في عدة قضايا منها التحريض على العنف كما قرر وقف صرف نصف اجرهم حتى تاريخ الافراج عنهم في صدور حكم جنائي نهائي ضدهم وقرر ايضا احالة اعضاء هيئة التدريس المعنيين الى الشؤون القانونية عند عودتهم واستلامهم للعمل لتحديد المسئولية الادبية تظاهر اليوم عدد من طلاب تنظيم الاخوان داخل الحرم الجامعي بالازهر حيث قاموا بمحاصرة المبنى الاداري فيما توجه عدد اخر من الطلاب والطالبات نحو كلية زراعة بنين فيما وصل عدد الطلاب المحاولين لمجالس التأديب اليوم الى 140 طالب وطالبة كما تم فصل اعضاء اتحاد الطلبة بكلية تجارة الازهر من المدينة الجامعية حيث قالت ادارة الجامعة في بيان لها ان العقوبات ستكون مشددة لمن تم تحويله من الطلاب مرتين لمجلس تأديب قد تصل للفصل النهائي من الجامعة قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة مدير عام المدينة الجامعية الازهرية ومدير المطبخ بالمدينة لمدة عشرة سنوات لكل منهما وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما لوقف تنفيذ الحكم وذلك الاتهمة في واقعتين التسمم ل700 طالب بالمدينة الجامعية بالازهر كما عقبت المحكمة ثمانية طباخين بالمدينة الجامعية بالحبس لمدة خمس سنوات وشهر لكل منهم وكفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم عن تهمتي الاهمال والتسمم وحيازة اغزية فاسدة أسندت النيابة إلى المتهمين تهم الإخلال بقواعد العمل حيث أهمل مدير المدينة الجامعية ومدير المطبخ في المتابعة والإشراف على الطهال مكلفين بطهي الأطعمة أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن واجبه الشرعي والوطني والوظيفي يحتم عليه أن يعمل على أن تعود للمنبر هيبته فلا يكون الكل مباح لغير المؤهلين وأن تعود للمسجد قدسياته ولن يكون ذلك إلا بإبعاده عن الصراعات السياسية الحزبية أو المذهبية وأن لا يوظف لصالح حزب ديني أو سياسي وقال الوزير في بيان الله سوف نعمل بالتنسيق مع الأزهر والإفتاء على ضبط أمور الفتوى وعلى أن تقتصر على المتخصصين والقضاء على فوضى الفتاوى ترجمة نانسي قنقر